تلقت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تقريرا عن حادث في البحر الأحمر على بعد نحو 55 ميلا بحريا جنوب غربي ميناء الحديد باليمن وقالت الهيئة في مذكرة تحذيرية إن ربان السفينة التي لم يتم الكشف عن هويتها أبلغ عن دوي قوي مع وميضة عند أحد جانبي السفينة وعدة انفجارات في محيط المنطقة ولم يتم الإبلاغ عن وقوع أضرار وأفادت الأنباء بأن جميع أفراد طاقم بخير وجاء في المذكرة أن السفينة غادرت المنطقة بأقصى سرعة في طريقها إلى ميناء التوقف التالي